بسم الله الرحمن الرحيم دريد من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أوليباس شديد فتازوا خلال الدير وكان وعنا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ودعلناكم أكثر نفيرا إن أهزنتم أهزنتم لأنفسكم وإن ساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليرهلوا المسجد كما نخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عزي ربكم وإن يرحمكم وإن عدتم عدنا واجعلنا جعلنا للكبرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعدنا لهم أذابا ليما ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهير مبصرة لتبدغوا فضلا من ربكم ولتعلموا على السنين والحزاب وكل شيء انفصلناه تفصيلا وكل إنسان نلذمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من يدري فإنما يهدني لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخره وما كنا معذبين أتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية مرنا متر فيها ففزقوا فيها فهق عليها القول فدمرناها تدميرا وما لقنا من القرون من بعد نوح وكذب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مظموما مجحورا ومن راد العاجلة وسعيلها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سايهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر تردات وأكبر تفضيلا لا تجعل ما الله إلها ناخر فتقعد مظموما مخفولا وقدير ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومن والدين إيسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أوفهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الراحما وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القربي هقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه موتقاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة للا عنوطك ولا تبسطها كل البسط فتقع نملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحية وساسبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوبا بقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا بال اليتيم إلا بالذي هي أحسن وحتى يبرغا شدا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا القيل إذا أكلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وآسنوا تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤال كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي بالأرض مرحا إنك لن تخرك الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مقروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إله ناخر فتلقي في جهنم ملوما مرحورا أفأصفيكم ربكم بالمنين واتخذ من الملائكة ناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقرصرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نظورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابدغوا إلى ذي الأرشي سبيلا سبحانه وتعالي عما يقولون علوا كبيرا يسبح له سماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيههم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا واجعلنا على قلوبهم أكنثا يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وعده ولوا على دبيرهم نفورا نهنوا أعلم بما يسمعون به إذ يسمعون إليك وإذ هم نجوي إذ يقولوا الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظروا كيف اضربوا لك لم تالا فظلوا بلا يستطيعون سبيلا وقالوا آئذا كنا عظاما ورفاتا لنا لم بعوذون خلقا جديدا اشتركوا في القناة